اشتركوا في القناة قال الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد كيف بدأ الخلق وهل لوجود الخلق غاية وما هي هذه الغاية وما وسيلتنا لندرك هذه الغاية كيف أعرف الخير من الشر كيف أميز الحق من الباطل ما هو ميزان الأخلاق هل الإنسان مجبر أم مختار وما هو مصير العباد وهل هناك جزاء للناس على أعمالهم أسئلة كبرى تخطر على بال كل إنسان أعظم منة لله تبارك وتعالى على عباده أنه أرسل إليهم رسولا كريما ومعه وحي عظيم ليجيب عن كل تلك الأسئلة بأحسن جواب جواب شاف وكاف قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين القرآن هو النور المبين الله سبحانه وتعالى جعل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ففي كتاب الله تبارك وتعالى بيان الهدى وفي كتاب الله البراهين والبينات والحجج على هذا الهدى وفي كتاب الله تبارك وتعالى الفرقان بين الحق والباطل قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الفرق بين الأعمى والبصير هو العلم بالقرآن الله سبحانه وتعالى قال أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب إذن الناس طبقات منازل الناس بقدر علمهم بما في القرآن من الهدى والعلم والبينات والفرقان وأحب أن أذكر قولا شريفا للإمام الشافعي رحمه الله أكرره كثيرا قال الإمام الشافعي رحمه الله فكل ما أنزل الله في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة علمه من علمه وجهله من جهله لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه والناس في العلم طبقات موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به أي بالقرآن فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله في العون عليه فإنه لا يدرك خير إلا بعونه فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علمه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه وانتفت عنه الريب ونورت في قلبه الحكمة واستوجب في الدين موضع الإمامة القرآن يا شباب هو أعظم علم والقرآن هو الكشاف الذي يدرك به الإنسان منازل الأمور ويعرف ما هي الأمور التي ينبغي أن يشتغل بها وهو ميزان الأخلاق وميزان الأقوال وميزان الأعمال من عرف ذلك علم أن أجل مطلوب لأي إنسان هو أن يعلم القرآن وأن يعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله بيانا للقرآن فالقرآن هو دليلك لتعرف منازل العلوم فتشتغل بأشرفها هذه المحاضرة يا شباب أردت أن تكون كشافا للمسلم عموما ولطالبي الفقه في الدين خصوصا ليعرف ما هي الأمور التي جاء الوحي يتكلم عنها وإذا تكلم الوحي عن أمور لا سيم الأمور التي أكثر الكلام عنها وأقام عليها البراهين ونوع في ذكر الحجج وكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها تلك الأمور هي المحكمات التي ينبغي أن يشتغل بها كل مسلم بشكل عام وطالب العلم والداعي إلى الله بشكل خاص ستكون هذه المحاضرة إن شاء الله تبارك وتعالى بمنزلة الفهرس الذي يطلعك على أخص وأشرف الأمور التي جاء الوحي يتكلم عنها ثم يأتي التفاصيل إن شاء الله في محاضرات التأسيس في مسائل الإيمان الكبرى الهدف العام من هذه المحاضرات أو من دورات تكوين طلاب العلم بيان حاجة كل مسلم ومسلمة أيًا كان مجاله أيًا كانت اهتماماته حاجته للفقه في الدين وللعلم بمحكمات الإسلام حاجته إلى تزكية النفس والعلم بالأخلاق والأقوال التي ينبغي أن يكون عليها المسلم فكل مسلم يحتاج إلى هذه الأمور وإذا كان كلامنا عن القرآن الكريم فإن أشرف ما جاء في القرآن هو المحكمات والمحكمات حتى نبدأ في الكلام عنها أحب أن أبدأ بحديث لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول إنما نزل أول ما نزل منه يعني من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لا جارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده هذا الحديث وشباب حديث تأسيسي ينبغي أن يعتني به المؤمن لماذا؟ لأن هذا الحديث تبين فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما الذي أنزل من القرآن في بداية الإسلام وربطت بين إيمان الصحابة واستعداد الصحابة لقبول الإسلام والقرآن بما فيه من الأخبار والأحكام والأمر والنهي ربطت ذلك بما نزل من القرآن أولا فهي تبين أن توطئة النفس بهذه العلوم والمعاني والأخبار التي نزلت في القرآن كانت سببا رئيسا في استجابة الصحابة للقرآن بما فيه من الأخبار والأمر والنهي لذلك هذا هو تأسيس بنيان الإيمان أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفى جرف نهار فانهار به في نار جهنم هذا هو الأسلوب الصحيح النفس لا تتغير بسهولة والنفس إذا اعتادت على شيء يصعب أن تترك هذا الشيء إلا بأمر عظيم فلذلك أول ما أنزل في القرآن ذكر الله تبارك وتعالى الكلام عن الله وعن أسمائه ومحامده الكلام عن عظمته وقدرته وقدره الكلام عن حكمة الله تبارك وتعالى في الخلق الكلام عن الجنة والنار عن الجزاء الكلام عن النبوات الكلام عن قصص السابقين وعن أخبار الأمم الكلام عن أخلاق المؤمن كلها أمور تتوطن بها النفس حتى تستقبل ما في القرآن من الأحكام والعبادات لذلك هذا هو الأسلوب الصحيح وهو قريب من حديث حذيفة رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة ثم حدث بعد ذلك عن رفع الأمانة إذن المقصود أن المسلم ينبغي أن يطلب محكمات الإسلام محكمات القرآن في الإيمان وفي القول وفي الخلق أنت المقصود من هذه المحاضرة كثير من الناس إذا أراد أن يطلب شيئا من العلم أو أن يعرف حكما أو أن يعرف مسألة فإنه ينشغل بغيره كيف أقنع المخالف كيف أناظر كيف أجادل وهذا طريق خطأ في تلقي العلم ينبغي أولا أن تطلب الهدى لنفسك ثم بعد ذلك تفكر في الدعوة تفكر في التعليم تفكر في الجدال في المناقشة ولا أعلم أحدا بدأ بدراسة الوحي القرآن وبيانه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة الكرام وتراث الأئمة المحققين وصار له قاعدة متينة في هذه الأمور ثم بعد ذلك انطلق من هذه الأمور إلى المسائل الجزئية وإلى الإشكالات والشبهات والاعتراضات وإلى الكلام عن الملل والنحل والفرق والفكر والفلسفة لا أعلم أحدا بدأ بهذه الصورة إلا وينبل في العلم ويكون طرحه مميزا لماذا؟ لأنه أسس بنيانه على الإيمان والعلم والمحكمات عرف الهدى وعرف بينات الهدى وعرف الفرقان بين الحق والباطل في هذه المسائل الكبرى فهذا هو الذي عنده قاعدة متينة تهيئه أن يدخل في هذه الإشكالات في هذه الشبهات في هذه الجزئيات والعكس فكل من لم يكن عنده قاعدة متينة في المحكمات أو لم يكن عارفا بالهدى لم يكن عالما ببراهين الهدى لم يكن عنده فرقان بين الحق والباطل ثم أدخل نفسه في الجزئيات والإشكالات والشبهات والاعتراضات أدخل نفسه في المقالات في الفرق في النحل في الملل فإنه يضل ويحصل عنده ألوان من الاضطراب والحيرة وكثير من هؤلاء صار يعترض على القرآن وعلى الأحاديث يحرف النصوص ويحرف معانيها وكذلك يرد كثيرا من الأخبار لأنها لا توافق عقله لماذا؟ لأنه لم يؤسس بنيان الإيمان عنده على العلم بالمحكمات والعلم ببراهين هذه المحكمات يمكن أن يدرس الإنسان كل هذه العلوم يدرس المقالات والملل والفرق والنحل والجزئيات والإشكالات والشبهات ولكن ينبغي أن يكون عنده قاعدة عظيمة فدراسة هذه الأمور تنفع لأنها وسيلة للعلم بالباطل ولكشف الباطل ولمعرفة كيف نشأ وكيف تطور ومن هم أصحاب هذا الباطل وما حججهم وما هي الأصول التي بنوا عليها مقالاتهم هذا جيد والله سبحانه وتعالى كما أنه بيّن لنا الحق وبيّن لنا سبيل المؤمنين وما كانوا عليه من الإيمان والقول والعمل كذلك بيّن لنا سبيل المجرمين قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وأصول الباطل ذكرت في القرآن وجاءت على أحسن بيان وأحسن تفسير ثم جاء نقضها وإبطالها فلذلك الإنسان يدرس هذا في سياق العلم بالحق وكشف الباطل لكن ينبغي أن يؤسس بنيانه أولا على المحكمات من الأمور الملاحظة جدا لا سيما بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أن كثيرا من طلاب العلم لا يميز بين ما ينبغي أن يبدأ به وبين ما يؤخر في طلب العلم أو المعرفة فلذلك كل شيء يكون حسنا إذا وضع في سياقه أكثر ما أسعى له أيها الشباب الكرام أن يكون القرآن هو المنطلق وهو المرد هو المنطلق الذي تبدأ به يعني هو الذي تقرأه وتتلوه وتعرف معانيه وتعرف ما الأمور التي تكلم فيها القرآن وهذه الأمور هي التي تعطيها الجهد والاهتمام هي التي تطلب فيها البينات والهدى والفرقان هي التي تعتني بها هذا القرآن هو كشافك لأجل العلوم وأشرف العلوم وأعلى العلوم التي ينبغي أن يشتغل بها كل إنسان فلذلك الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فالقرآن هو الذي تجاهد به نفسك لتعلم بالحق ولتعمل بهذا الحق القرآن هو دليلك لتعرف الحق من الباطل القرآن هو دليلك في الصورة التي ينبغي أن تكون عليها وهي صبغة الله فالإسلام يصبغ الإنسان صبغة باطنة وظاهرة تظهر على خلقه وعلى أقواله وعلى أفعاله ما هي هذه المحكمات؟ يعني ما هي أجل الأمور التي جاء ذكرها في القرآن وتكرر ذكرها في القرآن وأسس لها القرآن وبين القرآن حججها وبين بيناتها وفرق فيها بين الحق والباطل أجل هذه الأمور هو القرآن أن القرآن هو الدليل وهو المدلول فالقرآن يحمل بيناته وحججه في ذاته لا يحتاج من يستدل له فهو يحمل حججه في نفسه كذلك مما جاء في القرآن بيان أن القرآن لا يتم الهدى به إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله كذلك من أخص الأمور التي تحدث عنها القرآن الوحي ومنزلة الوحي في الهدى كذلك القرآن تكلم عن أمور كثيرة في الأقوال والأعمال أجل هذه الأمور الكلام عن آيات الله المشهودة في الخلق في الآفاق وفي النفس واستدل بهذه الآيات على الأمور الكبرى العظيمة استدل بهذه الآيات على الله تبارك وتعالى وعلى عظمته وقدرته ونعمته ورحمته وكذلك على حكمته كذلك أمرنا بالنظر والتفكر في هذه الآيات من أجل ما جاء كذلك في القرآن الكلام عن الله عن أسماء الله عن محامد الله عن أفعال الله عن كمال الله كذلك من أجل ما جاء الكلام عن قدر الله وعن الرسل وعن الملائكة وعن اليوم الآخر بتفاصيله عن البعث وعن الجزاء وعن الحساب كذلك جاء الكلام عن قصص الأنبياء وقصص الأمم السابقة جاء الكلام عن أعمال القلوب عن الأخلاق وغير ذلك من الأمور التي سنحاول أن نعطي فيها قدرا يعني مجملا من محكمات هذه الأمور هذا شباب هو الذي ينبغي أن يشتغل به كل مسلم وإذا أردت أن تطلب أي مسألة غير المسائل التي تكلم عنها القرآن فينبغي أن تؤسس بنيانك أولا على تلك المسائل لماذا شباب؟ لأن الله تبارك وتعالى الذي خلقك هو الذي تكلم عن هذه الأمور وإذا تكلم الله تبارك وتعالى عن أمر وذكر فيه الهدى وذكر فيه البينات وفرق فيه بين الحق والباطل فهذا لأهميته وما ذكره الله إلا لنعلمه وإلا لنطلبه ولنعتين به ولنشتغل به وليكثر الدعاة من الكلام عنه عندنا آية عظيمة في سورة آل عمران قال الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد هذه الآية شباب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم هذه الآيات تبين أن القرآن من عند الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هناك آيات محكمات سنعرف معناها إن شاء الله هن أم الكتاب هي الراية التي ينبغي أن يفزع إليها المؤمن التي يحتكم إليها التي ينطلق منها ويرد إليها المختلف فيه والمتشابه والمشكل فهن أم الكتاب وأخر متشابهات سنعرف أن القرآن منه محكم ومنه متشابه والقرآن كله محكم والقرآن كله متشابه قال الله تبارك وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير فالقرآن كله محكم كله متقن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته فالقرآن كله محكم كله حق أما وصف القرآن بأنه متشابه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها التشابه هنا بمعنى أنه يصدق بعضه بعضا كما قال الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا فالقرآن كله محكم بهذا الاعتبار متقا حق وصدق والقرآن كله متشابه يشبه بعضه بعضا يصدق بعضه بعضا والقرآن بعضه محكم وبعضه متشابه والمراد بالمحكمات هي الأحكام الثابتة البيينة بنفسها التي لا تحتاج بيانا أو تفسيرا المراد بالمحكمات الأمور اليقينية التي لا اختلاف فيها المراد بالمحكمات الأمور التي جاء الكلام عنها كثيرا وجاءت الحجج عليها وفرق فيها الله سبحانه وتعالى بين الحق والباطل كذلك هي الأمور المحفوظة من النسخ هي الأصول الكلية وهي عماد الدين وأساس الدين كذلك المحكمات هي سبيل أهل الرسوخ في العلم يتمسكون بها وينطلقون منها ويردون إليها المتشابه كذلك الجهل بهذه المحكمات أو اتباع المتشابهات سبب في الريب وسبب في الضلال وسبب في الزيغ وهذا يؤكد حاجة المؤمن إلى العلم بهذه المحكمات لذلك هذه المحكمات في كل باب من أبواب الدين في الإيمان في الأخلاق في الأعمال في الأقوال هذه المحكمات منها ما كان موجودا عند كل الرسل يعني كان عليه جميع الرسل كما قال الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وص به نوحى والذي أوحينا إليك وما وصين به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وكما قال الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمتنا سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآيات التي تبين الأصول التي بني عليها كل دين فدين الأنبياء واحد هو دين الإسلام أيضا من هذه المحكمات سورة الفاتحة ومنها الآية الكريمة في سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك موصاكم به لعلكم تعقلون إلى آخر الآيات هناك آيات كثيرة سيأتي الحديث عنها إن شاء الله هي آيات جامعة وتفاصيل الكلام عن هذه الأمور أنا قلت لكم يا شباب هذه المحاضرة هي مجرد فهرس وكشاف لأجل الأمور المحكمة التي جاء القرآن يتكلم عنها ثم يأتي بعد ذلك تفصيل هذه الأمور أكثر في المحاضرات القادمة بإذن الله إذن شباب لابد أن تفهم أن من تجاوز هذه المحكمات ولم يكن عنده أساس فيها واشتغل بجزئيات أو إشكالات أو شبهات أو اعتراضات فإنه عرض للزيغ وعرض للضلال ولا بد أنه سيكون عنده ريب لا يمكن أن يكون قلبه مطمئنا إلا بأن يكون على قاعدة قوية من هذه المحكمات ومن أجل أو من أخص الأمور التي تميز بها كثير من الشباب والتميز هنا لا يلزم أن يكون شيئا جميلا ولكن صارت سمة عند كثير من الشباب العجلة يستعجل في الدخول في الجزئيات دون أن يعرف الكليات يهتم بمعرفة الإشكالات دون أن يعرف القواعد المحكمة يريد أن يعرف الرد على الشبهة دون أن يعرف المسائل الكبرى ويعرف الحق فيها يريد أن يتعجل التصدر والتدريس والتعليم وتقديم البرامج وهو ليس عنده قاعدة محكمة في الإسلام وربما لا يعرف كيف يتوضأ ولم يتم كتابا واحدا من أوله إلى آخره لذلك هذه العجلة مفسدة ينبغي للإنسان المسلم أن يؤسس نفسه وأعظم هذه المحكمات هو العلم بالله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى هو الحق يعني أول محكم ينبغي أن يعرفه كل مسلم هو العلم بالله تبارك وتعالى فالله سبحانه وتعالى هو الحق قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل العلم بالله هو أصل العلوم وهو أعلى العلوم وهو منبع العلوم وهو أشرف العلوم قال الله سبحانه وتعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء والرجل الصالح الذي جاء من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون هذا الرجل يعني أجاب عن الأسئلة الكبرى التي تخطر ببالي أي إنسان المبدأ والغاية والمصير من أين أتيت ولماذا وإلى أي شيء أصير وما لي لا أعبد الذي فطرني الذي فطرني هذا هو المبدأ وأعبد هو الغاية وإليه ترجعون هذا هو المصير جاء القرآن بالجواب الشافي الكافي في كل المسائل الكبرى التي تشغل الإنسان لذلك العلم بالله تبارك وتعالى أظهر العلوم كل علم عند الناس علموه بفطرتهم أو بعقولهم أو بالحس والتجربة كل هذه العلوم مصدرها من الله تبارك وتعالى كل ما في الكون من الآيات وما في النفس من الآيات وما في الوحي من آيات يشهد لله تبارك وتعالى قال الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وقال الله سبحانه وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا الناس يفتقرون إلى الله في كل شيء أكثر من افتقارهم لأي شيء الناس يعلمون عن الله تبارك وتعالى أكثر مما يعلمون عن الأمور التي يحتاجونها يعلمون ذلك بفطرتهم أكثر مما يعلمون الأمور الحسية والأمور التجربية وأكثر الناس لا يحتاج إلى العلوم التجربية وإنما لا يوجد إنسان إلا ويفتقر إلى الله سبحانه وتعالى أنتم الفقراء إلى الله فقير إلى الله في كل شيء فقير إلى الله في العلم بالهدى وفقير إلى الله في معاشك وفقير إلى الله في رزقك وفقير إلى الله في قوتك هذا هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية تجمع الدين كله لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك لذلك هذا الأصل كان موجودا عند كل الناس بفطرتهم قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم لذلك الإنسان يحتاج أن يتذكر كما قال الله لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون فقول له قول لينا لعله يتذكر أو يخشى لذلك شباب الذي لا يؤمن بالله وعاش في هذه الدنيا وهو ينكر ربه أو لا يعلم عن ربه ما يجعله يحبه ويعبده ويشكره ويستعد للقائه فهو شر الناس وهو أجهل الناس والله لو كان عنده كل علم تجربي أو كل علم حسي لو حصل كل علم في هذه الدنيا وجهل ربه فهو شر البرية وهو من الأخسرين أعماله وهو أعظم الناس خسارة لذلك قال الله سبحانه وتعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره ما أكفره يعني يحتمل أن يكون المعنى ما الذي أكفره كيف كفر كل هذه الآيات تشهد فكيف كفر أو ما أكفره يعني ما أشد كفره فلا يمكن أن يوجد إنسان في هذه الدنيا وهو عاقل إلا ويؤمن بأن للكون خالقا وأن هذا الخالق عليم قدير قوي حكيم وأنه لابد أنه خلق لغاية فحسبتم أنما خلقناكم عبثة وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى من سبيل هؤلاء الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ربنا سبحانه وتعالى قال وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ وقال الله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فهذا أول محكم ينبغي أن تعرفه المحكم الثاني الوحي وهو بالنسبة لنا القرآن فالقرآن هو الحق في هذه الدنيا القرآن هو دليلك إلى الحق هو شفاء ما في الصدور الإنسان يأتي في قلبه أو في صدره الأنواع من المرض منها أبواب في العلم مثلا مرض الشك ومرض مثلا الريب ومنها أبواب في العمل مرض الشهوى ومرض الهوى فالقرآن شفاء لما في الصدور كل ما في الصدور من الأمراض فشفاؤه في القرآن فالله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع القرآن وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لكن هذا الوحي لم يبين لنا الحق وحده لكنه أقام البينات والبراهين على هذا الحق قال الله سبحانه وتعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصرف لنفسه ومن عميف عليها كل حق ذكر في القرآن فدليله معه أحسن دليل وأحسن بيان ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره كل باطل يخص أمور الدين في هذه الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أصله وأبطله في القرآن وأقام الفرقان بين الحق والباطل في أكبر المسائل الدينية في بدء الخلق وفي الكلام عن الخالق وعن أسمائه ومحامده وحكمته وعن رسله ووحيه وشرعه وقدره واليوم الآخر كذلك المقالات الباطلة المقالات الباطلة سواء في جحدي الله تبارك والذين أنكروا الخالق أو أنكروا حكمته أو أنكروا رسالته ووحيه أو اتخذوا شريكا معه أو ادعوا له ولدا أو زوجة أو أنكروا البعث أو مثلا احتجوا بالقدر على ما هم عليه من الباطل كل أمر من أمور الدين بيناته والهدى فيه والفرقان فيه موجود في القرآن على أحسن ما يكون فكل من طلب الهدى من غير القرآن أو طلب بينات الهدى من غير القرآن أو أراد أن يفرق بين الحق والباطل ولم يهتدي بالقرآن فلابد أن يضل لذلك الله سبحانه وتعالى قال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فبالتالي لا بد أن تفهم أنك إذا أردت أن تدرس مسألة هذه المسألة هي مسألة دينية فأول ما ينبغي أن تنظر فيه وكتاب الله وبيانه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الحجة في كتاب الله تجمع بين البرهان وبين الموعظة والتذكير والإنذار القرآن يخاطب في الإنسان كل شيء يخاطب عقله بالبينات والبراهين ويخاطب قلبه بالتذكرة والموعظة والإنذار قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وخلاصة آيات أقصد بالآيات البينات التي بعد ذلك سميت بالأدلة وتسمية ما جاء في القرآن من البينات بالبينات والبصائر والحجج والسلطان هذه التسمية الأقوى أقوى بكثير من مجرد كلمة الدليل خلاصة هذه البينات أنها تجمع بين أمرين بين الحجة والبينات والبرهين وبين الموعظة والتذكرة قال الله سبحانه وتعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفراد ثم تتفكروا فالله سبحانه وتعالى لا يريد منك إلا أن تطلب الهدى وتنظر فلينظر الإنسان مما خلق أفلا يتدبرون القرآن فكل هذه معاني شريفة جاءت في القرآن تبين أن من تجرد عن الهوى ونظر ما في الكون وما في النفس وما في الوحي من الآيات فلابد أنه سيهتدي لذلك الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين أن ضلال هؤلاء في أنهم غافلون عن آيات الله فهذه الغفلة هي التي جعلتهم يحبون الدنيا ويعيشون لها والله سبحانه وتعالى نهان أن نتأسى بهؤلاء فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة وقال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردع يعني أنك إذا استمعت لهذا الذي لا يؤمن بالآخرة فإنك ستهلك كما هلك هو فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن تبيانا لكل شيء لكن هذا القرآن يا شباب لا يفقهه الإنسان إلا بالعلم باللسان الذي نزل به القرآن والعلم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وبيان القرآن بقوله وعمله قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون عندنا حديث جامع يبين فكرة الاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هي المسائل شباب التي يمكن أن ينشغل بها الإنسان هي مسائل الإيمان ما الذي يؤمن به وما الذي يكفر به فنحن نؤمن بالله ونكفر بالطاغوت غيرنا يؤمن بالطاغوت ويكفر بالله فالأمور التي يحتاجها الإنسان يمكن أن نجعلها أربعة أمور الأمر الأول ما الذي تؤمن به هو الإيمان والأمر الثاني الخلق والعمل والأمر الثالث الأحكام كيف أصلي كيف أصوم كيف أحج والأمر الرابع الحكم أو سياسة الناس القرآن جاء بأحسن بيان في كل هذه الأمور فلذلك الذين أحدثوا أصولا في الإيمان ينبغي أن يؤمن الناس بها أو زعموا أن فقه القرآن أو الحج على ما في القرآن لن تتم إلا بها مثل المتكلمين أو الذين اخترعوا طرقا يصير الإنسان بها وليا لله مثل جهلة العباد أو الذين اخترعوا رأيا فاسدا يفقه به الأحكام الشريعة أو الذين اخترعوا نظما سياسية يحكم بها الناس تخالف ما في الوحي كل هؤلاء ضلوا عن السبيل عندنا حديث جامع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى حديث ثلاثة رهت جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته فعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء فأول أمر أنهم تقالوا هذه العبادة يعني رأوها قليلة قالوا أن الإنسان ينبغي أن يفعل أكثر من ذلك الأمر الثاني أنهم تحججوا بحجة حتى يتثنى لهم أن يتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني تكون حجة لهم فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لكن نحن أصحاب ذنوب فنحن نريد أن نجتهد أكثر ثم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام والثاني قال أصوم ولا أفطر والثالث قال لا أتزوج النساء لما علم النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وجمع الناس وقال ثلاث جمل أريد منك أن تتنبه لها الجملة الأولى بيّن هديه قال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فهذه هي الجملة الأولى الجملة الثانية أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية ليبين أن ما هو عليه من الدين هو أحسن الهدي وأكمل الدين وأفضل صورة يرضى الله بها عن العبد فهذا هو كمال الولاية الجملة الثالثة قطع الطريق عليهم فمن رغب عن سنتي فليس مني ليبين أن اتباعه ليس أمرا اختياريا وليس لك فيه سبيل ينبغي أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجمل التأسيسية العلم بهديه صلى الله عليه وسلم وأنه أكمل الهدي وأحسن الهدي وأنه لا طريق إلى الله تبارك وتعالى إلا باتباع ذلك النبي الكريم من الأصول المحكمة التي جاء ذكرها كثيرا في القرآن الكريم الكلام عن القلب القلب هو موضع العلم هو الذي يارد عليه الوحي وهو الذي يرى الآيات وهو الذي يمتحن وهو الذي يختبر وهو الذي يعقل وهو الذي يتدبر وهو الذي يفقه وهو الذي يعرض وهو الذي يؤمن وهو الذي يكفر فالقلب هو الأصل إن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما جاء به النبي من الهدى والخير شبهه بالمطر وهذا المطر ينزل على الأرض شبه القلب بالأرض وبيّن أن الأرض أنواع يعني هذا المطر ليس نافعا لكل ما ورد عليه من الأرض فبيّن أن الأرض منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير فهذا هو القلب الطيب المعدن الطيب فالناس معادن فالإنسان الذي قلبه طيب وقلبه شريف وقلبه نظيف وقلبه أمين إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة فهذا القلب النظيف إذا ورد عليه الوحي فإنه سيقبله ويستجيب له ويؤمن به وتظهر آثاره عليه باطنا وظاهرا مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وقلب آخر له شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالأجادب أمسكت الماء فنفع الله بالناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله فعلم وعلم ونفعه الله بما بعث به من الهدى والعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين قيمة القلب وأن القلب إذا كان سليما فإنه لابد أنه سيقبل الوحي ولابد أنه ستظهر آثاره أيضا من أشرف الأمور التي جاء الكلام عنها هي آيات الله تبارك وتعالى في الكون فالله سبحانه وتعالى ذكر آياته في خلق السماوات والأرض في الآفاق وفي النفس والله سبحانه وتعالى جعل ذلك بيانا لنعمته وجعل ذلك بيانا لعظمته وأنه هو الذي أنشأها وبيّن قدرته وبيّن حكمته وبيّن أن يجب على الخلق أن يتفكروا في هذه الآيات وأحب هنا أن ألفت نظر المسلم الذي يقرأ القرآن أن يقرأ القرآن ويطلب شيئا وهو يقرأ فأنا حينما أقرأ القرآن أحب أن أدخل بسؤال أو طلب فأنا حينما أقرأ عندي أسئلة كثيرة منها ما هي الأمور التي كثرت تكرارها بالذات في الصور المكية وجدت أن آيات الله في الخلق والحديث عنها الذي تنوع كثيرا هو أساس في القرآن المكي وجاء كذلك في القرآن المدني لكنه كان كثيرا في قصار الصور وفي الصور التي تتحدث عن بدء الخلق وعن قصص الأنبياء وأخبار الأمم من ذلك مثلا الله سبحانه وتعالى قال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم يذكرنا نعمته ويبين قدرته ويستدل بذلك على قدرته على البعث وغير ذلك قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفات خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضم أمره كذلك الله سبحانه وتعالى جعلها آية على وحدانيته أنه رب واحد فينبغي أن يكون هو المعبود الواحد كما في السورة العظيمة في سورة النمل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أما انخلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتن به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون آيات كثيرة جدا تبين هذا المعنى أيضا الله سبحانه وتعالى يقسم بها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والسماء والطارق مثلا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والليل إذا يسر والصبح إذا أسفر الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقسم بها كذلك هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يذكرها ويبين حالها يوم القيامة ليبين ويبين أن الإنسان في ذلك الوقت سيتذكر كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي مثلا كما قال الله سبحانه وتعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعسرت علمت نفس ما قدمت وأخرت كذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن كل آية من آياته لها وجهة في النظر مثلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر أيضا الله سبحانه وتعالى بيّن أنه خلق هذه الآيات الشمس، القمر، الليل، النهار، السماوات، الأرض، الجبال، البحار كل هذا خلقه بالحق وللحق ولتجزى كل نفس بما تسعى كما قال الله سبحانه وتعالى وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةَ فاصفح الصفحة الجميل وقال الله سبحانه وتعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أيضا كان الأنبياء في دعوتهم يذكرون الناس بآيات الله كما قال نوح عليه السلام مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثم يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا إلى آخر الآيات الله سبحانه وتعالى كذلك من أجل ما بيّنه لنا في القرآن وتأسس عليه القرآن السير في الأرض والنظر في عاقبة المؤمنين والمكذبين كما قال الله سبحانه وتعالى يأمرنا ويذكر لنا وعده وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ومن الأمور التي تكرر الحديث عنها في كتاب الله تبارك وتعالى وهي من المحكمات التذكير بخلق الله تبارك وتعالى للإنسان وأطوار خلقه والاستدلال بذلك على قدرة الله تبارك وتعالى على البعث وأمور أخرى أن يذكر الله تبارك وتعالى الإنسان بنعم الله عليه ويذكره بقدرة ربه عليه ويذكره بواجب ذلك من العبادة والشكر من ذلك مثلا موضع جامع عظيم في سورة الحج قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير إلى آخر الآيات أيضا جاء كثيرا تذكير الله تبارك وتعالى للإنسان بخلقه والاستدلال بذلك على البعث وعلى يوم القيامة وعلى دور الإنسان في هذه الحياة من أجل الأصول بل هو أجل الأصول المحكمة التي كثر ذكرها في كتاب الله وتنوعت براهينها وجاءت تذكير بها كثيرا الكلام عن الله تبارك وتعالى عن أسمائه وعن أفعاله وعن محامده آيات كثيرة جدا تنوعت ليعرف الإنسان من يعبد وليعرف الإنسان ربه تبارك وتعالى فإن العلم بالله سبحانه وتعالى وتعليم الناس عن الله تبارك وتعالى كان هذا هدي الأنبياء في الدعوة وسيدنا إبراهيم عليه السلام حينما كان يكلم قومه في عبادة الأصنام وينهاهم عن عبادة الأصنام قال ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين فكان تعليم الناس عن الله تبارك وتعالى جزءا رئيسا محكما عند جميع الأنبياء وفي القرآن الكريم من ذلك مثلا ما يذكره الله تبارك وتعالى عن نفسه كما في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وكذلك في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كذلك في آية الكرسي وفي غير ذلك كما في آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر الكلام عن الله تبارك وتعالى جاء الكلام عن علم الله وعن رحمته وعن قدرته وعن لطفه وعن أنه محيط بكل شيء وأنه على كل شيء قدير إلى غير ذلك مما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى من هنا ندخل على أمر آخر تكرر ذكره في القرآن وهو حكمة الله من خلق الإنسان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فمن أكثر ما جاء في القرآن بيان خلق الله للإنسان وحكمة الله تبارك وتعالى إني جائل في الأرض خليفة أيحسب الإنسان أن يترك سدى فيبين الله تبارك وتعالى لخلقه أن هذه الآيات خلقها الله بالحق خلق السماوات والأرض بالحق وخلق الإنسان بالحق وللحق ولم يتركه سدى لا يؤمر ولا ينهى بل أرسل إليه رسلا يعلمونه ماذا يجب أن يفعل وإلى أي شيء يجب أن يستعد وهو اليوم الآخر فجاء ذكر قصة آدم عليه السلام كثيرا في القرآن وتكررت في صور وفي كل صورة يكون لها مقصد خاص في ذكر قصة آدم سواء قصة آدم في تعليم الله له أو في سجود الملائكة لآدم أو في استكبار إبليس وفي قصة آدم في الجنة وعداوة إبليس لآدم وذريته وتذكير الله لنا تبارك وتعالى بهذا الأمر حتى نتخذ الشيطان عدوا وحتى نعلم عداوته إلى آخر ذلك مما جاء في القرآن في قصة آدم من أخص الأمور التي جاءت في قصة آدم هي أن الله بيّن أن آدم حينما هبط إلى الأرض فإنه لا يصح أن يستقيم على هذه الأرض إلا بالهدى المنزل من الله قال الله تبارك وتعالى قل نهبط منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى هذا أخص ما جاء في قصة آدم عليه السلام وهو بيانه أن الإنسان في هذه الأرض لا يمكن أن يهتدي ولا أن يستقيم إلا بالهدى المنزل من الله وأن من استقام على هذا الهدى هو الذي سيفلح وأن من ضل عنه فإنه يضل في الدنيا وفي الآخرة من الأمور التي جاء الحديث عنها كثيرا في القرآن الكلام عن زينة الحياة الدنيا وأن الحياة الدنيا متاع وأنها متاع الغرور هذا جاء كثيرا جدا حتى يعرف الإنسان قيمة هذه الدنيا إعلاموا أن ما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إن مثلا في سورة الكهف هو مفتاح سورة الكهف فيما جاء فيها من قصص السابقين الله سبحانه وتعالى قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل فبين أن هذه الحياة ابتلاء يخرج الناس منها هذا حسن العمل وهذا خاسر العمل لذلك ختمت السورة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع وقال الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور من أخص المحكمات التي تكرر ذكرها في القرآن كثيرا جدا وتنوعت القصص التي أبرز فيها هذا المعنى الكلام عن قيمة الحياة الدنيا ثم جاء الكلام عن الباقيات الصالحات وأن العبد في هذه الدنيا ينبغي أن يحرص على ما يبقى له في الآخرة المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل وفي سورة أخرى وخير مردة يعني هو خير ما ترجع به إلى ربك تبارك وتعالى هذا أمر أساسي في القرآن طبعا من الأمور التي يمكن أن نهتم بها ونحن نتكلم عن محكمات القرآن الكلام عن الآخرة الآخرة بكل منازلها الكلام عن الموت عن البعث الكلام عن إحياء الموت والكلام عن الحساب والجزاء والصراط وغير ذلك من مشاهد الآخرة هذا تكرر كثيرا وذكر الإنسان به كثيرا وجاء الربط بينه وبين آيات الكون وما يحصل فيها إذا السماء شقت مثلا إذا السماء فطرت فتحت السماء فكانت أبواب وسيرت الجبال فكانت سرابة مثلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي جاء هذا كثيرا جدا الكلام عن الآخرة كان كثيرا جدا في القرآن المكي وحتى عائشة رضي الله عنها تبين أن أول ما أنزل هو ذكر الجنة والنار لأن الإنسان يحتاج هذا يحتاج أن يوقن بالبعث لأن من لا يؤمن بالبعث لا يمكن أن يستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى لذلك جاء الربط كثيرا بين المؤمنين بين الإيمان والعمل الصالح وبين إيمانهم بالآخرة وكذلك جاء بيان ترك العمل الصالح أو ترك الإيمان بسبب الكفر بالآخرة كما قال الله سبحانه وتعالى مثلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعثون ليوم عظيم وآيات أخرى كثيرة جدا يتكلم فيها عن الدار الآخرة ويربط فيها بين الإيمان والعمل الصالح والدار الآخرة أو يربط فيها بين المبدأ والمعاد وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون فهذا جاء كثيرا في القرآن هو أيضا من الأمور التي ينبغي أن يطلبها المؤمن الحديث عن الدار الآخرة ومشاهد الآخرة ونعيم أهل الجنة والجحيم والكلام عن جزاء المؤمن عند الله تبارك وتعالى هذا من أخص الأمور التي يتشجع بها الإنسان على الموظبة على العمل الصالح وأريد منك أن تتأمل ونقف مع مثال واحد في قول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا بعدما تكلم عن عذاب أهل النار الأخسرين أعمال تكلم عن نعيم أهل الجنة الإنسان يريد أن يكون في مكان جميل يكون فيه وسائل الراحة والأمن وكذلك يريد أن يكون في هذا المكان باقيا خالدا فيه وكذلك لا يريد أن يمل فيه فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الجنة للمؤمن وأنه خالد فيها وأنه كذلك لا يبغي عنها حولا كل هذه الأمور تتبعها من كتاب الله والتفكر فيها وتذكير النفس بها عامل رئيس في قوة اليقين وفي حمل النفس على طاعة الله تبارك وتعالى التذكير بالنار من باب التخويف والتذكير بالجنة من باب حمل النفس على العمل الصالح الذي يؤدي إلى الجنة أيضا من الأمور المهمة التي جاء الكلام عنها الكلام عن الرسل وعن بعثة الرسل وعن مقاصد إرسال الرسل مثلا قال الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم جاء الكلام كثيرا عن بعثة الرسل والكلام عن أخص مقاصد هؤلاء الرسل كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت مثلا في قول الله سبحانه وتعالى وما نرسل مرسلين إلا مبشرين ومنذرين وأنهم جميعا كانوا على الإسلام والكلام عن الأنبياء وعن المرسلين وعن قصصهم مع أقوامهم الكلام عن الإيمان بجميع الرسل آمن الرسول بما ينزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآيات وأن الأنبياء جميعا دينهم واحد كل هذا تكرر كثيرا في القرآن وجاء ذكر الأنبياء الكرام نوح عليه السلام وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وذرية إبراهيم إسماعيل وإسحاق ومن ذرية إسحاق يعقوب عليه السلام وبعد ذلك بني إسرائيل بعد ذلك الكلام عن يوسف عليه السلام والكلام عن الأسباط ثم بعد ذلك موسى عليه السلام وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام كل هذا جاء كثيرا للتذكير بالرسل وللتذكير بدعوة الرسل طبعا من الأمور الأساسية المحكمة التي جاءت في القرآن الكلام عن رسالة الإسلام رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين الله سبحانه وتعالى أن عبدا بعد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم يموت ولا يؤمن به ولا يتبعه فإنه كافر لا يدخل الجنة والله سبحانه وتعالى أنزل آيات كثيرة تبين هذا المعنى هذا أمر محكم ينبغي أن يعرفه المؤمن كما قال الله سبحانه وتعالى في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فسأكتبها وهو يتكلم عن رحمته فتكلم عن شروط نيل هذه الرحمة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون آيات كثيرة تبين هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم متمم لرسالة الأنبياء وأنه لا نبي بعده وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين فينبغي أن تطلب هذا أيضا وأن تعتني به وأن تعرف ما هي تفاصيل دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم محكمات الإسلام طبعا ذكرت في آيات كثيرة وذكرت في مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم صوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلة جاءت كذلك في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان وجاءت في آيات كثيرة جامعة في مثل قول الله سبحانه وتعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيء أو بالوالدين إحسانا وغير ذلك من الآيات الجامعة التي تبين ما اتفقت عليه دعوة المرسلين أو ما خص به دين الإسلام أيضا من الأمور التي جاءت كثيرا في القرآن الكلام عن الإيمان والكفر والكلام عن العمل في الإيمان والكلام على أن الإيمان يزيد وينقص وجاء الكلام كذلك عن الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب وأهم الكتب التي يجب أن نؤمن بها جملة وتفصيلا هو القرآن جاء كذلك الكلام عن قدر الله وهذا من المحكمات التي تكرر الكلام عنها كثيرا يعرف فيها الإنسان أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه حكيم وأنه لطيف وأنه خبير وأن الله سبحانه وتعالى علم كل ما يفعله العباد قبل أن يحدثوه أو قبل أن يفعلوه لأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وأن الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر وكل شيء قدره الله سبحانه وتعالى تقديرا فيعلم أن الله علم وكتب وشاء وخلق كل شيء ومنه أفعل العباد وكذلك يعلم أنه كإنسان لديه قدرة ولديه إرادة ولديه اختيار وأن الله لا يكرهه على الإيمان وأن الله سبحانه وتعالى جعل فيه قدرة واختيارة واختيارا بها يحاسب العبد كل هذا كذلك من أمور القدر التي جاء بيانها جاء كذلك الكلام عن مباني الإسلام التي بني عليها الإسلام وجاء كذلك الكلام عن العبادة وأن العبادة يجب أن تكون كلها لله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين جاء الكلام كذلك عن آثار العبادة وعن شرف العبادة الله سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات بلفظ العبد وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فأوحى إلى عبده ما أوحى فهذا شرف العبادة فالعبادة على عكس كثير من الناس يظنون العبادة تكليف أو مشقة أو ابتلاء لا العبادة شرف العبادة فضل العبادة هي خير الدين هي خير الدين وخير الدنيا كذلك أفضل ما يمكن أن يتصف به إنسان أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى جاء الكلام عن شرف العبادة وعن صفات عباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام فهذا أيضا مما ينبغي أن تطلبه العبادة والواجب في العبادة وما هي أجل العبادات وما هي آثار العبادة وفضل العبادة أيضا من الأمور التي جاء ذكرها كثيرا الكلام عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤمن بمثل ما آمنوا به وأن الله سبحانه وتعالى يرضى عنا بذلك والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم جاء هذا كثيرا جدا أن الله رضي عنهم وأن الله أرضاهم وأن الله يأمرنا أن نؤمن بمثل ما كانوا عليه من الأمور التي جاءت كثيرا في القرآن وأنا أحب من كل مسلم أن يتتبعها الكلام عن صفات الإنسان وعن صفات النفس الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وهو أعلم بك لذلك الله سبحانه وتعالى قبل أن يأمرك وقبل أن ينهاك بيّن لك الصفة التي خلقت عليها مثلا خلق الإنسان من عجل إن الإنسان خلقها لوعة إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الله سبحانه وتعالى قال مثلا كان الإنسان أكثر شيء جدل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها جاء ذكر الإنسان وصفات الإنسان وصفات النفس كثيرا جدا في القرآن ثم جاء بيان كيف تزكي نفسك كيف تصلح نفسك كيف تتخلص من شرور نفسك ومن أمراض قلبك هذا من أكثر ما جاء في القرآن حتى بدأ به القرآن المكي كثيرا كما في سورة الشمس الله سبحانه وتعالى أقسم بأقسام كثيرة ثم قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها وبين أن تزكية النفس هي نماء النفس بإكسابها الصفات التي ترضي الله والتي تنصلح بها وأن تدسية النفس أن يخفيها الإنسان بالمعصية وبالقعود وباتباع الهوى قد أفلح من زكاها يعني نماها وطهرها مما فيها من الشرور وقد خاب من دسها يعني أخفاها وأخملها يعني إذا ما نقول كده وضع رأسه في التراب بسبب أفعاله هذا جاء كثيرا جدا في القرآن فينبغي أن تطلب أنت هذا الأمر أن تعرف ما هي صفاتك التي خلقت علي مثلا قد خلقنا الإنسان في كبد كل إنسان يريد أن يعيش في هذه الدنيا دون كبد فهو يخالف ما خلق عليه لا بد من كبد لكن هذا الكبد كيف يقوى عليه الإنسان وكيف يحسن العيش معه وكيف يكون كل أمره له خيرا هذا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن فهذا جاء كثيرا مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر ثم يبين لك كيف تتخلص من هذا الخسران إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مثلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافرين إلا الذين آمنوا هذا لا بد وحينما تقرأ القرآن أن تتتبع صفات الإنسان الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين خطأ تصورات الإنسان مثلا في سورة الفجر فأما الإنسان إذا ما بتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا ليس ذلك الله سبحانه وتعالى إعطاؤه للإنسان الرزق في الدنيا والمال والبنين وغير ذلك من الأمور هذا ليس علامة رضة وليس هذا لإكرام الله له بل هو ابتلاء وكذلك منع الله سبحانه وتعالى هو ابتلاء فجاء القرآن يبين خطأ كثير من التصورات مثلا أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون مثلا لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بن الرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسور عليها يتكيؤون وزخرفة وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين تصورات كثيرة جدا كما مثلا في قصة قارون قال الذين وريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فأهل الإيمان والعلم وعظوهم وقالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وهكذا فأنت تحتاج في الكلام عن الإنسان أولا أن تعرف صفات الإنسان التي خلق عليها وأن تعرف كيف تتخلص منها وأن تعرف طبعا نتكلم عن الشرور كيف تتخلص من هذه الشرور وأن تعرف كذلك التصورات الخطأ عند الإنسان التي ينبغي أن تصححها من الأمور التي جاء ذكرها كثيرا وهي تعتبر ما سنحاول أن نكثر فيه الكلام أكثر من أي عنصر هو الكلام عن العمل والخلق والقول أو ما يمكن أن نسميه السعي القرآن يبين حركة الإنسان في هذه الدنيا سماها بأنها عمل أو سعي أو كدح إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إن سعيكم لشتى من أراد الأخيرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن يوم يتذكر الإنسان ما سعى للمؤمن عمل وخلق وللكافر عمل وخلق للمؤمن سبيل وللمجرم سبيل للمؤمن سعي وللكافر سعي الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين لك ما هو السعي الذي ينبغي أن تكون عليه وكذلك يبين لك سبيل المجرمين حتى تحذره وحتى تعلم عاقبته وحتى تتجنبه فمسألة الأخلاق أو العمل أو القول في القرآن هذه مسألة محكمة ينبغي للمسلم أن يطلبها وأن يعرف ما هي أخلاق المؤمن وما هي أخلاق الكافر ما هو سبيل المجرمين في مثلا في ما الذي يؤمنون به وما الذي يقولونه مثلا قالوا سمعنا وعصينا مثلا آيات كثيرة جدا إنهما إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا سبيل المنافقين والفاسقين والمجرمين والكافرين والظالمين والطغاء لماذا؟ حتى نحذره وحتى نعرف كيف نتخلص منه وفي المقابل بيّن لنا سبيل المؤمنين الأنبياء ومن بعدهم فمسألة الأخلاق في الشريعة الإسلامية مسألة مهمة جدا أريد أن أقف هنا فيها مع وقفات الوقفة الأولى هي أن المؤمن إذا عرف سبيل المؤمنين وعرف سبيل المجرمين فإنه يسعى أن يعرف كيف يكون مؤمنا حتى يصطبغ بصبغة الإسلام هذا هو معنى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة فالإنسان كلما عرف عن ربه وعرف عن صفات المؤمن وكلما سعى في أن يتخلق كان نسخة صافية من الإسلام بقدر علمه وعمله والعكس كلما كان جاهلا أو كان متبعا للهوى كان بعيدا عن صبغة الله تبارك وتعالى فهذه النقطة الأولى المهمة النقطة الثانية أن تعلم الأخلاق ينبغي أن يكون مصدره من الوحي ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الله هو الذي خلقك وهو أعلم بك وأعلم بزكاتك وأعلم بما يصلحك فميزان الأخلاق والعمل والقول والسعي هو القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم النقطة الثالثة أن الدين كله أخلاق لأننا إذا قصدنا بالخلق العمل وإنك على خلق عظيم يعني عمل بعض الناس يحصر كلمة الخلق في مجرد الآداب للأشياء الجماليات لا الخلق هو العمل كما قالت عائشة رضي الله عنها تصف النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى يعني كان سعد بن هشام سألها كيف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى قالت كان خلقه القرآن يعني عمله وهديه وسمته وطريقته وسبيله القرآن فالخلق اسم لكل عمل يقوم به الإنسان الأمر الرابع أن الأخلاق تكتسب وتعلم قد أفلح من زكاه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات سارعوا استبقوا كل هذه المعاني تبين أن الإنسان قادر على أن يغير نفسه الأمر الخامس الذي تكرر كثيرا هو حمل النفس والصبر على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة هوى النفس فيما لا يرضي الله أما من خاف ما قام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الأمر السادس الربط بين الإيمان وشعبه وبين الإيمان باليوم الآخر هذا مهم جدا أن الإنسان لا يصبر على تغيير نفسه وعلى حمل نفسه على العمل الصالح الذي يخالف هواه إلا إذا كان يؤمن باليوم الآخر شوف حتى الآية أما من خاف ما قام ربه ونهى النفس عن الهوى وآيات كثيرة مثلا إنما نمطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرا إلى غير ذلك من الآيات الأمر الثامن الذي يخص أو الأمر السابع أظن الذي يخص مسائل الإيمان الكلام عن أن الإيمان شعب وأن الإيمان ليس خصلة واحدة الإيمان شعب ومراتب شعب يعني ليس خصلة واحدة فيه مثلا الشهادتان وفيه الصلاة والصيام والذكر والحج وتلاوة القرآن والإحسان إلى الجار والإحسان إلى الضيف والإحسان إلى الأهل والقول الطيب وغير ذلك من الشعب وهو مراتب كذلك أعلاها لا إله إلا الله ومنه إماطة الأذى وهكذا فالإيمان شعب ومراتب وهو قول وعمل من الأمور المهمة جدا التي جاءت في القرآن عن الأخلاق الربط بين أخلاق الإنسان التي ولد عليها أو فطر عليها أو خلق عليها وبين ما ينبغي أن يكون عليه مثلا إن الإنسان خلق هلوع إذا مسه الشر جزوع هذا هو الذي خلق عليه الإنسان هذا هو فعله لكن الله سبحانه وتعالى أعطاك كيف تتخلص من ذلك إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى آخر الآيات هذا أيضا جاء كثيرا في القرآن الأمر التاسع في مسألة العمل أو الخلق هو الربط بين تصور الإنسان للحياة الدنيا وبين عمل الإنسان في هذه الحياة الدنيا الإنسان الذي عرف أن الدنيا ابتلاء وأنه يعيش فيها مدة معينة ثم يصير إلى الدار الآخرة وهي الحياة الكاملة الباقية هذا التصور هو الذي يجعله يحرص على الباقيات الصالحات أكثر من حرصه على متاع الدنيا الزائل هذا جاء كثيرا الله سبحانه وتعالى مثلا كما في سورة الحديد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهن ذكرت الآية كاملة قبل ذلك ثم قال بعدها سابقوا إلى مغفرة من ربكم تصورك عن الحياة الدنيا هو الذي يجعلك تسابق إلى الآخرة والذي لم يفهم ذلك هو الذي سيعيش في الدنيا فقط يعني يراها مستقرا له ولا يعمل للدار الآخرة من الأمور المهمة جدا التي جاءت أيضا في الكلام عن الأخلاق هي نظرة الإنسان إلى الدنيا من خلال تلك الأخلاق فمثلا قوم قارون كان منهم كان هناك مؤمنون هؤلاء المؤمنون أهل العلم والإيمان عرفوا أن ما عليه قارون هذا لا يساوي شيئا وليس على مطارد الله عنه بينما الذين يريدون الحياة الدنيا ظنوا أنه ذو حظ عظيم فتصورات الإنسان تتشكل بناء على علمه أو جهله بالقرآن فلذلك العالم حقا هو الذي يعرف ميزان الأشياء كما جاءت في القرآن وليس كما هو يتصور من الأمور المهمة جدا أيضا التي جاءت فيه الكلام عن الأخلاق في القرآن أن الأخلاق في القرآن تعطيك التصرف المناسب في كل وقت تكلمك مثلا في وقت الرخاء كيف هو خلقك وفي وقت الشدة مثلا في وقت الرخاء الشكر والعمل واستعمال تلك النعمة هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه مثلا في الضراء الصبر والاحتساب والرضا بقدر الله فالقرآن يعطيك في كل وقت ما هو الخلق الذي يجب أن تكون عليه كذلك الأخلاق في القرآن شملت الحقوق حق الله حق النبي صلى الله عليه وسلم حق الوالدين حق الزوجة حق الضيف فهي منظومة من الحقوق كذلك شملت الأوقات في وقت النوم في آداب وأخلاق وفي وقت السفر وفي وقت الصلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون مثلا في الزكاة لا يمنون ولا يؤذون الناس وهكذا وفي التضرع كل هذا جاء في القرآن حتى في مراحل حياة الإنسان وفي كل حتى في أعضاء الإنسان فمثلا القلب له خلق وعمل واللسان له خلق وعمل وكذلك جاء التحذير مثلا العينان تزني وزناهما النظر واليدان تزني وزناهما اللمس منظومة وشبكة دقيقة جدا من الأخلاق تبين الصورة الكاملة التي يسعى المسلم أن يكون عليها وهي صبغة الله تبارك وتعالى في رأي شباب والله أن أعظم مشروع يمكن أن يجعله الإنسان لنفسه ولأهله وللناس أن يتتبع الخلق الذي رضيه الله في القرآن الذي جاء مثلا في قصص الأنبياء الذي جاء في الأمر كما سيأتي كيف نعرف الأخلاق الذي جاء في الأمور التي ينجو الإنسان بها ويرضى الله بها عنه يتتبع كل هذه الأخلاق ويكتبها ويفقهها ويعرف كيف يعمل بها من الأمور المهمة جدا تعدد الدوافع لحسن الخلق هناك دوافع فالمؤمن يكون على خلق حسن وعمل حسن لأنه يحب الله ولأنه يخاف من الله ويخاف من النار ويطمع في الجنة ولأنه يستحي من الله ولأنه يشكر فضل الله فتعدد الدوافع مما يقوي رغبة العبد في العمل وهذا معنى قول عمر بن الخطاب الذي أثر عنه يعني في بعض الروايات أنه قال نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه يعني حتى لو لم يكن يخاف الله فلديه الحياء والشكر والحب تحمله هذه الأمور على طاعة الله وعلى ترك معصيته فتعدد الدوافع عظيم جدا في الخلق من الأمور المهمة جدا في الخلق الربط بين الأخلاق وبين إيمان الإنسان بالبعث مثلا الله سبحانه وتعالى قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربيه الأعلى ولسوف يرضى مثلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار خوفهم من هذا اليوم وحبهم لله هذا هو وطمعهم طبعا في الجنة هو الذي جعلهم يحملون أنفسهم على هذه الأمور أيضا مما جاء في الأخلاق أن الأخلاق فيها تبشير وتنذير يعني إنذار وتبشير مثلا الصلاة جاء الحث عليها بفضلها وبيان فضلها وكذلك بالتحذير من تركها فالأخلاق مرتبطة بالتبشير يعني مبشرين ومنذرين بالإنذار وبالبشرة ويخطئ كثير جدا من الدعاء يحصر الدعوة في أحدها إما يكلم الناس في الترغيب والتبشير والتذكير بالجنة ويهمل الكلام عن النار أو العكس لا يتكلم إلا عن التخويف لا وما نرسل مرسلين إلا مبشرين ومنذرين الكلام عن الوالدين حينما نتكلم عن حق الوالدين لابد أن نجمع بين الكلام عن فضل بر الوالدين والكلام عن التحذير والتخويف من عقوق الوالدين وكذلك الكلام عن الزكاة والصلاة والحج وغض البصر وغير ذلك من الأمور من الأمور المهمة جدا اللي هي يعني جاءت كثيرا في الكلام عن الأخلاق الكلام عن أن الأخلاق في الإسلام منسجمة مع الفطرة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر فالأخلاق التي جاءت في الإسلام متسقة مع العقل والفطرة وكل ميزان صحيح وهذا هو معنى نور على نور فمهم جدا أن تفهم هذا المعنى أيضا من الأمور المهمة التي جاءت في الكلام عن الأخلاق ذكر أخلاق المجرمين والفاسقين والكافرين وذكر أسباب هذه الأخلاق وذكر كيف نتخلص من هذه الأخلاق جاء هذا كثيرا جدا مثلا يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفروننا يكتبون الكتاب بأيديهم مثلا يسخرون من الذين آمنوا هذا جاء كثيرا جدا تكبرهم على آيات الله وجحدهم لآيات الله أقوالهم وأفعالهم وما يؤمنون به من الأمور بأ المهمة جدا التي جاءت فيه الكلام عن الأخلاق الضعفاء الإسلام اعتنى بالضعفاء بكل أنواعهم اعتناء خاصا مثلا المسكين، اليتيم، الفقير، المرأة، الطفل، الموؤودة التي يأدها أبوها مثلا كما كان يحصل في الجاهلية شبكة عظيمة جدا دقيقة ولكل ضعيف حقه الخاص مثلا أما اليتيم فلا تقر أما السائلة فلا تنهر كل واحد له مثلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين اليتيم يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى شفقة، يحتاج إلى حب أكثر من مجرد الإطعام وهكذا فكان في القرآن يعني منظومة حقوق عظيمة جدا اختصت بالضعفاء ويذكر الله في مشاهد يوم القيامة إذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وأنا كنت أتدبر كثيرا لما يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت مثلا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم يعني من علامات تكذيب الإنسان بالآخرة دعو اليتيم كيف ذكر هذا في هذا السياق العظيم المخوف أرأيت الذي يكذب بالدين آيات كثيرة جدا مثلا إنهم كما في سورة مثلا في سورة المدثر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين شوف يعني كيف تأتي هذه الأخلاق مع الضعفاء في سياق عظيم جدا لتعلم مكانة ذلك من الأمور المهمة جدا أيضا إن كثير من الناس وهذا هو الذي علاجه القرآن يذم مثلا الغلظة والشدة ويمدح كثيرا الرفق واللين هذا لم يفعل القرآن القرآن جاء بالعدل والقصط والجمال والحكمة والبر والحكمة هي وضع كل شيء في موضعه فالغلظة والشدة لها موضعها الذي تكون فيه حسنة واللين والرفق له موضع لا يكون محمودا فيه لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله مثلا في تطبيق الحدود أو مثلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب أشداء على الكفار رحماء بينهم فالقرآن عالج هذا الخطأ الذي يتصور به أن الرفق ممدوح في كل وقت وفي كل حال وأن الغذة مذمومة في كل حال هذا ليس صحيحا كل شيء في موضعه حسن أيضا من أخص ما جاء في القرآن الكلام عن أعمال القلوب سواء أعمال الخير الإيمان الإخلاص حب الله التوكل على الله الرجاء التوبة حب الخير للمسلمين ألا تجد في صدرك حاجة مما أوتي إخوانك وفي المقابل الكلام عن الكبر وعن الحسد وعن شح النفس وعن الرياء جاء عن القلب في الكلام عن أمراض القلوب وشرور النفس والكلام كذلك عن أشرف أعمال القلوب السؤال الذي بعد ذلك كيف تطلب الأخلاق أولا الأخلاق تطلب من كتاب الله هذا هو المصدر لكن ما هو الكشاف الذي نلتقط به الأخلاق أولا القواعد العامة مثل قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون من ذلك مثلا كل خلق يأمر الله به أو ينهى عنه هذا ميزان أيضا مثلا إن الله يأمر بالعدل أو مثلا أقيم الصلاة آت الزكاة مثلا أغضض من صوتك مثلا آيات كثيرة جدا فيها الأمر المباشر أو بيان أن الله يحب كذا أو لا يحب كذا مثلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفة أو مثلا يحب التوابين ويحب المتطهرين لا يحب المعتدين مثلا لا يحب الله الجهر بالسوء لا يحب من كان مختالا فخورا من الموازين المهمة جدا أيضا تعليل الحكم مثلا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه في النهي عن الغيبة كذلك في ذكر صفة اليهود كمثل الحمار يحمل أسفارة فهو يعطيك صفة أو صورة تقبح لك الفعل أو تحسن لك الفعل أيضا مما يعرف به الأخلاق ذكر الأنبياء وصفات الأنبياء وأفعال الأنبياء وأقوال الأنبياء ومن بعدهم من الصالحين كما جاء في القصص وهنا أبين خطأ مشهورا وهو بعض الناس يعدوا آيات الأخلاق أو آيات الأحكام وهذا ليس صحيحا كل أمر أو قصة أو نهي يمكن أن يستنبط منه حكم وقصص الأنبياء والأمثال في القرآن كل هذا مصدر عظيم في الأخلاق أيضا من الأمور المهمة جدا التي تكتشف بها الأخلاق أمر الله أن نكون على صفة أو لا نكون عليها مثلا كونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مثلا لا تكونوا كالتي نقضت غزلها أو مثلا لا تكون من الغافلين فكن أو لا تكون هذا مهم جدا في القرآن لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا مثلا فلا تكونن من الجاهلين أو لا تكونن من الجاهلين من المهم جدا أيضا في اكتشاف الأخلاق أن الله يذكر الفلاح أو الإيمان أو الهدى ويذكر لك صفة ذلك مثلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى مثلا إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسول يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا مثلا سيذكروا من يخشى آيات كثيرة جدا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الجزاء الله سبحانه وتعالى يذكر كثيرا صفات ثم يرتب عليها جزاء مثلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة هذا أيضا مما تعرف به الأخلاق كذلك تعرف الأخلاق من ألفاظ المدح وتفسير هذه الألفاظ مثلا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون إلى آخر الآيات مثلا أرف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخر الآيات فهذا مهم جدا صفة البر صفة الإيمان صفة التقوى هذا أيضا مما تكتشف به الأخلاق أيضا الأقوال الله سبحانه وتعالى يبين لك أقوال المؤمنين والذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون مثلا ربنا أتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك هذه أقوال المؤمنين أيضا هذه من الأخلاق من المهم جدا كذلك كلمة من الناس الله سبحانه وتعالى لما يذكر من الناس فهذا إما أنه يذكر من الناس الذين راضيهم الله أو الذين لم يرضى الله أفعالهم مثلا من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه هو ألد القصام من الناس من يعبد الله على حرف من الناس من يشهر نفسه باتغاء مرضات الله من الناس من يجادل في الله بغير علم من الناس من يعبد الله على حرف من الأعراب مثلا أو مثلا من أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤدي إليك فكلمة من أهل الكتاب من الناس أو مثلا منهم كما في سورة التوبة هذا أيضا من مصادر الأخلاق أيضا من مصادر الأخلاق الوعيد على الفعل ويل لكل همزة اللمزة يعرف أن هذا الخلق لا يحبه الله ويل للمطففين مثلا فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم سهون أيضا صفة الكافر أو الفاجر أو الفاسق أو المجرم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم أيضا من الأمور سبب التعذيب لم نكن من المصلين هذا أيضا في الصفات مثلا فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري إلى غير ذلك من الآيات طبعا من القواعد المهمة أن كل خلق محمود يتضمن النهي عن ما يقابله من الخلق المذموم فإذا أمرنا الله بالعدل فإنه ينهانا عن الظلم واضح كذا وإذا أمرنا الله بغض البصر فإنه ينهانا عن إطلاق البصر في المحرمات وهكذا بعد كل هذا شباب يعني إذا نظرنا إلى الأخلاق بهذه الصورة وبهذه الدقة ستعلم سعة الأخلاق والرصيد العظيم في القرآن الذي جاء في الأخلاق قانون متكامل ودقيق وحق وصدق وعدل هو قانون الجمال والبر والحكمة ستعرف أنه من الأخطاء المشهورة حصر آيات الأخلاق أو كما يقولون آيات الأحكام لا كل ما جاء في القرآن يمكن بإعمال النظر والدقة والاستنباط تستخرج منه كنوز في كل أبواب العلم أيضا ستعلم أن المسلم يحتاج أن يزن نفسه بهذه الأخلاق فيعرف ماذا عنده منها وماذا ينقصه وكيف يحصله أيضا ستكتشف لماذا يعترف كبار الناس على رأسهم الأنبياء ثم الصالحون بأنهم ظلموا أنفسهم يعني آدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وسيدنا موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إبراهيم عليه السلام قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين يونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه أحاديث كثيرة جدا كما علم أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت لماذا أو ما الذي يدفع الإنسان ويجعله مستيق بأنه فعلا ظلم نفسه إذا أدرك قدر ما عليه من الواجب في الأخلاق ثم وزن نفسه بهذه الأخلاق لكن ما هي المشكلة؟ المشكلة أننا لا نعرف هذه الأخلاق نظن أننا على خير كبير جدا لأننا لم نتتبع هذه الأخلاق من القرآن التي ينبغي أن نكون عليها هذا مهم جدا كذلك الإنسان يدرك ماذا عليه من الحقوق فيسعى في أدائها أيضا الإنسان إذا نظر في الأخلاق في القرآن فإنه لا يغتر بعمله لأنه سيدرك ماذا عنده من النقص من الأمور المهمة جدا هنا أنك ستعرف قيمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت إذا أنا حينما أتتبع مثلا الأخلاق في القرآن جماعت قدرا عظيما جدا من الأقوال والأعمال والأخلاق والسعي الذي أراد الله مننا أن نكون عليه ثم أقرأ قول عائشة رضي الله عنها وهي زوجه التي رأت منه كل أفعاله ورأت خاصة أفعاله تقول كان خلق القرآن صلى الله عليه وسلم تدرك منزلة هذا النبي الكريم الذي أثنى الله عليه وإنك لعلى خلق عظيم فهذا مما يعرفك منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يبين لك خطأ من أخرج الأخلاق والأقوال والأعمال والسعي من دائرة الإيمان الذين جعلوا الإيمان مجرد تصديق القلب أو اعتقاد القلب دون أن تظهر آثاره وهذا من أكثر من تشر في كتب العقيدة المتأخرة التي يسمى بكتب العقيدة أنهم أخرجوا الأعمال والأخلاق من الإيمان الإنسان منهم صار يقول أنا سني سلفي أنا كذا أنا كذا أثري ويفتخر عن الناس بمجرد أشياء يثبتها لا يعمل بها ولا يطبقها ونرى أن الله سبحانه وتعالى ذكر صفة الإيمان وجعل العمل والخلق من أساسيات هذا الإيمان كما أنه جعل الخلق المذموم من أساسيات أعمال الكفار أو سبيل المجرمين هذا أيضا يبين لك إذا تتبعت الأخلاق يبين لك خطأ كثير من العباد الذين يحصرون أعمال المؤمنين في مجرد الصلاة والزكاة والحج ويتركون الحقوق لا يعرفون حقوق الجار أو حقوق الأهل أو حقوق الأبناء أو حقوق حق المسلم على المسلم يعني يحصرون العبادة في جزء منها ويتركون باقي العبادات هذا أيضا يبين لك خطأ من يخرجون الشدة والغلظة من الأخلاق الحسنة ويجعلوني أقول لك فلان هذا غليظ فلان شديد ويمدح الآخر فلان رقيق أو فلان رفيق لا ليس الرفق محمودا في كل حال كما أن الغلظة ليست مذمومة في كل حال كل حسن في موضعه من أخص ما جاء في القرآن وهو الذي أختم به كلامي معكم أنا آسف أني أطلت عليكم الكلام عن قصص القرآن وهذا أمر محكم في القرآن تكرر كثيرا جاءت القصص وجاء بيان أنها حق وأنها ليست لمجرد التسلية بل للاعتبار والتثبيت وجاء الكلام عن أن هذه القصص هي أحسن القصص التي يمكن أن يعتبر بها المؤمن واختص الله سبحانه وتعالى قصصا هذه القصص متنوعة منها قصص للأنبياء والرسل وهناك رسل لم يقصصهم الله علينا وهناك قصص للصالحين وهناك قصص للفاسدين هناك قصة لعبد جاهل وقصة لعالم فاجر متكبر وهناك قصة مثلا الذي اغتر بماله أو اغتر بعلمه وهناك قصة للعبد الرسول وللنبي الملك تنوعت القصص في القرآن وإن شاء الله ربما يكون لنا كلام أكثر عن قصص القرآن وكيف يمكن أن ننتفع منها ونستنبط منها ونستنبط منها الأحكام إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأنا أحب أن أكرر مرة أخرى أن هذه المحاضرة لا شك أنها لا يمكن أن نستوعب فيها محكمات الإيمان والأخلاق ولكن أرجو أني أعطيت لكم مفاتيح كيف تدرك المحكمات وما هو ميزانها وأن أخص هذه المحكمات تجمع الإيمان والخلق ما الذي ينبغي أن تؤمن به وما هي الصورة التي ينبغي أن تكون عليها ظاهرا وباطنا حتى نحقق صبغة الله تبارك وتعالى وهي أحسن صبغة حتى نكون عنوانا للإسلام يرضى الله تبارك وتعالى به عننا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ويكون موعدنا إن شاء الله مع الكلام عن المسائل الكبرى في الإيمان نتوسع فيها ونذكر فيها أحكاما وأدلة بشكل أوسع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته